اشتركوا في القناة لكي تصنف الدول العربية عالميا ويعرف العالم ما تحقق فيها من مكتسبات عمالية وما وفرت حكوماتها من بيئة مثالية للعمال تحفظ حقوق العمال فيما اكد المسؤول المصري ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من القيادات التاريخية التي يجلها كل عربي ومسلم واسموه يمثل اليوم حكيم العرب وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصة الاقضابية صباح اليوم السيد اجبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق روابط الاخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تتميز به من خصوصية تقوم على تاريخ طويل من المحبة والتفاهم مؤكدا سموه ان التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية المصر العربية الشقيقة يتميز بالمتانة والقوة وتشعب مجالاته معربا سموه عن تمنياته بان يتم تعزيز ذلك التعاون بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين كما اكد سموه ان العلاقات المصرية البحرينية تقوم على اسس صلبة وستظل كذلك فالجمهورية الشقيقة لها مكانتها عند العرب وهي العنق الاستراتيجي لهم لثقلها الاقليمية والدولية وسياساتها المتزنة والمدافعة دوما عن الحق العربي لافتا سموه الى ان مملكة البحرين تقف قلبا وقالبا مع جمهورية مصر الشقيقة وهي لا تنسى ابدا المواقف المصرية الداعم للبحرين في كل مجال ومحفل واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعزيز العمل المشترك في ظل ما تحظى به من مكانة تاريخية وثقل على المستويين العربي والدولي متمنيا سموه لمصر ولشعبها الشقيقة استمرار الرفعة والتطور في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية واكد سموه حرص المملكة البحرين على توسيع اطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطويرها في كافة المجالات والبناء على ما يجمع بين البلدين من روابط عميقة وبما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وقال سموه اننا نكن لمصر ولشعبها كل الحب والاحترام والتقدير ونعتز بما يجمع بلدين من علاقات وطيدة ومتميزة ونتطلع دائما الى الارتقاء بهذه العلاقات الى مستويات اكثر تقدما وبما يعزز من جهود التنمية في البلدين الشقيقين كما اكد سموه اهامية تكثيف مثل هذه الزيارات واللقاءات المشتركة التي من شأنها تنمية العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة من التعاون البناء والمثمر بين البلدين كما اعرب سموه عن تقديره لاسهامات الكفاءات المصرية في مختلف قطاعات العمل والانتاج في المملكة مؤكدا سموه ان البحرين تنظروا باعتزاز كبير الى ما قدمته مصر من اسهام تاريخي بارز لدعم جهود البحرين لسيما في مجال التعليم والثقافة والتي كان لها دور مهم في وضع الاسل ما تشهده البحرين حاليا من نهضة حضارية متقدمة كما اشاد سموه بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة المساندة والداعم لشقيقاتها من الدول العربية وما تبذله من جهود الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها مستذكرا سموه بكل الاعتزاز وقوف مصر الى جانب البحرين في كل ما يحفظ امنها واستقرارها واثنى سموه على مواقف اتحاد نقابات عمال مصر الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المحافل العمالية الاقليمية والدولية مؤكدا سموه اهمية توطيد التعاون بين اتحادات العمال في الدول العربية بما يعز من المكاسب والجهود التنموية التي تشهدها هذه الدول من جانبه اشاد السيد اجبالي محمد المراغي بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وما يتمتع به سموه من رؤية وحكمة معهودة في التعامل مع مختلف القضايا والامور كما اشهد بما يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات تاريخية متميزة وما تشهده من تقدم على كافة الصعود لما فيه صالح الشعبين الشقيقين منوها بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في شتى الاصعد وما تمتلكه من تجربة رائدة في القطاع العمالي